بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بسنة اولى معايا احنا النهاردة هنتكلم على واحد من الممبرينيس ارجانيلس اتكلمنا على الممبرينيس ارجانيلس واتكلمنا فيهم على رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم اربعة ميتوكندريا اللي هنتكلم عليها النهاردة رقم خمسة جولجي أباريتس ايه هو جولجي مش جولجي ما تنتقاش جولجي لكن انتهى جولجي جولجي أباريتس هو سيستم اكتشفه عالم ايطالي اسمه جولجي العالم ده كان بيحب النيرفيسل كانت شغلته مع النيرفيسل فابتدى يشتغل مع النيرفيسل وسبغها بسبغة الهيمتوكسلين النيرفيسل دي خلية نشيدة فجيه بقى ان الخلية قدامه بالشكل ده لما بصل النيرفيسل زي بالهيمتوكسلين نيرفيسل نيرفيسل لأ انيوكيا ستاعتها بي هنعرف يعني بي يعني الخلية نشيدة والسايتوبلازمي بتاعها بيزوفيلي يعني بيزوفيلي يعني لون احمر داخل عليه اللون الازرق بالشكلة هادي السايتوبلازم بالشكلة وداخل عليها لون الازرق بالشكلة فبور عليها بس هنا ملاقاش كل المنطقة فيها السايتوبلازم لا فيه منطقة حوالين النواة نوت ستينت حوالين نيوكياس نوت ستينت وده السايتوبلازم بيزوفيلي سنى المنطقة دي جولجي اميج يعني قالك هي فيها حاجة بس انا مش شايفة انا شايفها فاذا معايا نيجاتيب جولجي اميج يبقى ايه هو نيجاتيب جولجي اميج هي امتي سبيس يعني امتي سبيس فراغ فاضي موجود حوالين النواة بتاعت النيرو سيلي الاكتشف فيها فقالك بما انها حوالين النواة فحسميها بيري نيوكليار حسمي الشكل ده ايه بيري نيوكليار يعني حول النواة وده من احدى الاماكد في النيرو سيلي قالك انا ممكن الاقيها في خلايا ده انا قالك اه ما انت عميج اتلاقي فيه خلايا كلامنر بالشكلة دي. عمودي. ودي من نواة بتاعتها هي. ولاقي السيتوبلاز موجود عندي. بس هنا الجلجي قاعد فين هنا في المنطقة دي. فقال لك المنطقة دي بنسميها فوق نيوكلس. فاقول عليها السوبرا نيوكلس. بدي ركاين جلجي. او العكس ان انا ممكن نيوكلس تبقى موجودة فوق كده. ولاقي جلجي قاعد هنا. ده تحت النواة. قول عليها انفرا نيوكلس. يبقى اما فوق النواة صبرا. تحت النواة انفرا. حوالين النواة بيرو. يعني ده السيت بتاع مين جلجي? ده السيت بتاع جلجي. يبقى سوبرا نيوكلير او انفرا نيوكلير او بيري نيوكلير. ده السيت بتاع جلجي. تعال هنشوفه بقى بالالكتروم مايكروسكوب. الالكتروم مايكروسكوب هو كييز ممبرينز. بس الممبرينز دي بتاخد اشكال مختلفة. فبلاقي فيه شكل عامل كده. ده كيز. واخد الشكل ده. عامل زي الصفيحة. فقال لك ديسك طبق. عامل زي الطبق. ديسك. وهو في سبيس من بريل او من بريل. وهدي السبيس. كلمة السبيس اخدناها بلكل اسمها ايه? ها? سيستيرنا. اسمها ايه? سيستيرنا. ففيه سيستيرنا وفيه ستوكس. يبقى شكله ديسك شير. يبقى عامل زي ديسك. ديسك ساكيوز. فانا ننصف ديسك ساكيوز. ليه سطحين؟ سطح مقار و سطح محدد. سطح مقار و سطح محدد. المقار حسميه او السيربس بتاعه حسميه اجزيك سيربس. وده هنسميه دخول. حسميه انتري سيربس. الاجزيك سيربس. ده بنقول عليه كونكيف. يعني كونكيف يعني مقار وده بقول عليه الانتري محدد فبقول عليه كونكيف. وده كونكيف. وده كونكيف. فيهم نقطتين صغيرين. حنوضحهم بعد شوية. طيب. لقوا من ناحية الانتري سيربس فيه فيزيكيلز جاية. شكله ده وبتفضل فيه محتويات. الفيزيكيلز دي لما تبحق عليها جاية من الرف اندوبلازمي كريتيكيوز. ده رف اندوبلازمي كريتيكيوز. عليه الريوزومز. رف اندوبلازمي كريتيكيوز. عليه الريوزومز. وهنا بلاقي فيه فيزيكيلزي طالع من الرف اندوبلازمي كريتيكيوز. ما هي؟ الفيزيكيلز دي مشيه وراحه ببس فيزيكيوز. فسموها ترانسفير فيزيكيل. هي ايه ترانسفير؟ يعني الناقلة. الحواي الصلاة الناقلة. بتنقل ايه؟ بتنقل ام ناتيور بروتين. يعني بروتين غير ناضب. غير مستوي. مش متحضر للشغل. الاماتيور بروتين ده اماتيور بروتين. جاي مني من الريو. خرجت الفيزيكيلزي شايلة اماتيور بروتين. فقدت في السيرفيس ده وهو الانتري سيرفيس او كونفكسي سيرفيس. فالجمع انه بيحتويلي على او بيستعبل اماتيور بروتين فبنسميه اماتيور سيرفيس. اللي هيحصل ايه ان البروتين يخش بقى جوا الساكيورزي دي. يتطبق. ويتجهز. وابتدي اعمله موديفيكيشن. احط عليه شوية سكر. جايكوزيليشن. احط عليه شوية دهون. لبت. فهو في الشغل انا بتاعته ديت. بتضيف عليها حاجات انها تساعد ان انا اطلع بروتين جاهز. كلمة بروتين جاهز يعني بروتين ناقج. بروتين ماتيور. ناضج. بستوي. فالماتيور يروح طالع من الفيزيكلز من شكلها من هنا. بحويصة. من الايجي بتاعتي الساكيولز. عشان كده بنلاقي الانت بتاعتها تستند بانت. يعني هي منتفخة. تطلع منه الساكيولز. فيزيكلز. وفيزيكلز دي شاية ماتيور بروتين. يعني هي اللي هتفرز منتجها برا الخلية. هالخلية جاية كده ده السطح بتاع السيل لهو. تمام? السيربس سيل ممبرين. ودي السطح بتاع السيل هو ده. والفيزيكلز دي راحة تفتح على السطح. السطح. فسميناها السكريتوري فيزيكلز. يعني بليه ام فيه تلات حاجات. رقم واحد ديس ساكيولز. رقم اتنين ترانسفير فيزيكلز او ساكيولز. رقم تلاتة سيكريتوري فيزيكل. يبقى اتطلع ماتيور فقالك هسمي بقى ممكن بقى الاجزيكلز. وكون فيكس اقول عليه ماتيور سيربس. تاني. يبقى تلات حاجات موجودة عندي. رقم واحد. ديسك ساكيولز. ليها سطحين. سطح مقاعة. سطح محدد. كونكيف كونفيكس. ده السطح ده بيطلع منه حاجة اللي هي بنسميها عارفناها اسمها ستريتور فيزيكل. فنسميه اجزيت. خروق. وهنا داخل ليه حاجة. اللي هي عارفنا انها ترانسفير فيزيكل. فسموه انتري سيربس. الاجزي تاعة ساكيولز. لو من ناحية الانتري سيربس. جاي ساكيولز الشايلة الماتيور بروتين من الاري ار. وراحة تصب فيه في الساكيولز. لقينا من السيربس التاني اللي هو الاجزيت. طالع منه ساكيولز فيها ماتيور بروتين. هنديها اغمق شوية. فانها برع عنه مش بروتين بس. ده بروتين ومعه موند. فبسميها سيكريتوري فيزيكلز. ده رقم تلاتة. يبقى تلات حاجات عندك موجودة في كتاب سيفرال ديسك. يعني هو مش واحد بس. ده برقيه كزا واحد. يعني ممكن واحد تالي جاي كده. واحد جاي كده. جاي كده. فبنقول عليها سيفرال كزا واحد. متعدد. آآ فيه ترانسفير فيزيكل. وفيه سيكريتوري فيزيكلز. سيكريتور فيزيكلز شغيلة موديفايد بروتين. يعني بروتين تحور علشان آآ يخرج من الخلية كسيكريتوري جريت. طب ايه فايدة جولجي. اول حاجة ان هو بيكون الكاربوهايدريت اندلايبو بروتين. يبس ينسيز استكوين الكاربوهايدريت اندلايبو بروتين. بيكون حاجة هنعرفها محاضرة الجاي اسمها لاجز الزومز. بيكون او بيعمل الموديفكيشن للسيل بروتكت. ان ازا ما قال شوية ان انا احط شوية فاتي اسد. شوية دهون. احط شوية سالفر سالفيشن. احط شوية جلوكوز جلايكو زيليشن. واعمل كونسونتريشن تسبيكة. باكيج اركز. باكيج اغلف المنتج ويطلع لي كسيكريتور فيزيكلز. بص معي هنا وسيكريتور فيزيكلز هي طالعة وراحة تخرج من السطح بتاع الخليط. انا هيا قال ليه رسمته بلون? ازرع لان تركيبته تشمه السيل ممبرين. والفيزيكلز تشمه السيل ممبرين. فلما تفتح هنا. وتطلع المنتج بتاعها برا. فالممبرين الجديد ده. اللي هو جاي من الفيزيكل. يخش في تركيبة الممبرين بتاع السيل ممبرين الاساسي. فهنا هنا بعمل عملية تجديد للسيل ممبرين. عن طريق الاكزو سايتوزيز. خروج الفيزيكل. فبقول ري سايكلينج ان ري دستريبيوشن اوف زي سيل ممبرين. ان هو بيعمل تجديد واعادة توزيع تاني لسيل ممبرين بحس ان انا بجدده كل شوية. اهو من الفيزيكل. طالع وابتدأ يطلع سيل ممبرين. الفيزيكل اللي هي موجودة عندها. في السيل ممبرين. يبدأ كانت جولجي أبريتوس. وعلى فكرة هو في السبغة بتاعته احنا قلنا ما بشوفهوش بالهمة هيماتوكسيلين انديوسين. قالك ممكن استخدم سيلفر. بقول عليها سيلفر امبريجنيشن. كلمة امبريجنيشن يعني تشبع بالفضة. سيلفر يعني فضة. فهقالك هحط الفضة على الخلية فمش اسفوها بالهيماتوكسيلين انديوسين. فهندخلن القلم ده بالدون البني. فمش سيتو بلازمة مش جازمة. هلاقي سيتو بلازمة ابيض. ولاقي مكان ميوكليس ابيض. ولكن جولجي موجودة عندنا. وده صورة موجودة عندكم في الاطلس. بتاع آآ السورجي. انت هنبص مع بعض هنا في الاطلس. هلاقي موجود آآ جولجي ستيند باي سيلفر. اللي هو ده في النيرف سيل. اهو. لو بصينا هنلاقيها السبغة كلها باللون البراون. لو اخدت الدايرة دي كده دي سيل. دايرة دي سيل. دي السيل. السيل دي امسكها لقي مكان النيوكليس نوها ابيض. ما بتستبقش بالسيلفر. ودي السيتو بلازمة باللون الابيض. وفيه نقط بني كتيرة. النقط البني الكتيرة زي ما انتو شايفين. النقط البني الكتيرة اللي قدامك ده هو جولجي ديستيروبيوتو بحوالين النيوكليس في النيرف سيلفر. سبغة البني دي بسميها سيلفر. نتكت ازاي ان انا اخدت النيرف سيشو المسيج العصبي. وبيتو في السيلفر ابتده يشرب سيلفر. واخدت السيكشن شفته تحت المايكروسكوب اللي هو القطاع بتاعي. فظهر باللون ده. فبقول عليها هنا سبيشيال. ده كان من جولجي أبريتوس. Thank you very much.